أستاذ فاطمة من منفية سلام عليكم أهلا وسائل أستاذ فاطمة تفضل حضرتك يا شيخ نعمة الحمد لله والحمد لله نفسي دايما أتقنون رضا ربنا علينا واتقننا دايما نعمة ربنا الرضا والستر دي أكبر نعمة أتمنها من ربنا سبحانه وتعالى وصلحان عيالي ويهدهم لي وديني نعمة الساتر والصحة يعني أنا دايما أدوم على حاضر أقول لحضرتك تلات حاجات ممكن تعمليها وإن شاء الله ربنا يجعلك قريبة من رضا عايزة برضو يا شيخ تقولي هنفي دعاء لتليين القلوب لما كنت بتحب حد وفاجأة كرهك دخلت ما بيننا وما بين بعض المشاكل فهنفي دعاء بأيها دلوق داني أقول لحضرتك حاضر طيب أول حاجة في المسألة دي عشان الإنسان ينور الرضا لازم يرضى عن مولاه فيبطل الحساس بأنه هو مظلوم أو أنه هو ليه بيحصل له كده لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رضي فله الرضا فنرضى أشوف نفسي برضى إزاي لا أحب تعجيل ما أخر الله وما بيقاش تأخر لو أتأخر بس على في اعتقادي ولا أحب تعجيل ما لا أحب تعجيل ما أخر الله ولا أحب تأخير ما عجل الله يعني إيه اللي حاصل ما أولش يعني دي لو كانت أخرت شوية كنت عبقى أحسن نوقف ده نوقف هذا الحال آي بقى دي أول حاجة تاني حاجة إن أنا أكسر الحمد لله سبحانه وتعالى وأتذكر النعم وأكسر الحمد ولازم يبقى عندي ورد للحمد ما ينفعش واحد مش من أهل الرضا وما بيحمدش ربنا على النعم اللي بين إيديه وتالت حاجة عشان أكون أنا راضي سبحان الله أكسر من خدمة الناس والتصدق فده يخليني يساعدني التلات حاجات دي تعالى إن أنا أكون من أهل الرضا أما مسألة إيد وعاق اللي نعمله ده في حاجات كتيرة لكن من ضمن الحاجات اللي بتلين القلوب بعض الأوراد وبعض الصلاوات زي الصلاة كده التفريجية بتلين القلوب وكمان زي حزب البحر كمان بيلين القلوب فالحاجات دي بتساعد الإنسان بتساعد الإنسان أما إذا كنت عايزة شيء مجرب فقولي اللهم يا من أللت الحديد أسألك يا مولانا أن ترين قلب فلان حتى أشكرك حتى أشكرك على نعمتك فأكون لك في أمان وامتنان يبقى إذن أدعو الله سبحانه وتعالى أن ننين هذا القلب عشان أعود إلى الله سبحانه وتعالى وأنا آمن وممتن لمولانا سبحانه وتعالى يا سادة إحنا النهاردة كنا نتكلم في حاجة في غاية الضق وهي مسألة إيه؟ مسألة كتيرة إحنا عملنا فيها كثير من المعوقات عشان نقدر نعيش ربنا أولادنا وبناتنا على حاجة إن إحنا لازم ما ينفعش نتجوز إلا عن حب وحطنا لهم مفهوم الحب إن الناس تدوب في بعض فعملنا لهم من جوة إشكالية إيه هي الإشكالية؟ طب أنا لو جالي حد مش معرفوش أتجوزه آه هنتجوزه طب هل معنى كده إن أنا مش هينفع بيننا وبين حب أبداً وبعض الناس لما قالوا إن الحب بيبتدي بعد الجواز هم أصدوهم إيه؟ إن في نوع من الحب هو الحب المهم هو اللي بتبدي بعد الجواز اللي هو حب إيه؟ الحب اللي بنقدر نعمله ونبنيه واحدة وحدة على طريقة حضرة النبي ألا أدلوكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم الحب العشرة بقى الحب اللي الست دايماً بتقول ما تقعدش تكلمني وإنت بتهددني ما تقعدش تقول لي كلام حلو وزي الراجل يقول لها ما تقول ليش كلام حلو وإنت سايبة مسؤولياتك الحب الحقيقي اللي إحنا بنعيش بعد الجواز بحتاج الناس يكونوا متمرنين متدربين على إنهم يكونوا أمال لبعض على إنهم يهتموا ببعض على إنهم يحترموا بعض وعلى إنهم يمتنوا ويقدروا بعض يا رب الهمنا إن احنا نكون دايماً من أهل الحفظ للموادة والرحمة فيكون أهلنا في حالة سكن وأمان يا رب الهمنا على الدوام إن احنا نفتح أبواب بيوتنا على السعادة بإن احنا نحب بعض ولكن حب يزيد مع كل لحظة من لحظات حياتنا طول ما احنا عايشين وطول ما احنا بنمر بالأزمات فسفينة بيوتنا بتنجو وتروح لشاطئ الحب لما كل واحد فينا يساند شريك حياته ويقوم بدوره ودايماً كل واحد فينا بيمتن للآخر عن قيامه بدوره يا رب أكرمنا واجعنا دائماً من أهل المحبة ومن أهل الطاعة ومن أهل الاستقامة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بالمحبة على الدوام يا كريم يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر